دعا وزير الخارجية الامريكية جون كيري الفلسطينيين والاسرائيليين الى التحلي بالهدوء والحد من العنف والتحريض كان كيري قد اجرى مساء امس محادثات في العاصمة الاردنية عمان مع كل من العاهل الاردنية الملك عبدالله الثاني ورئيس الفلسطينية محمود عباس تنولت التصعيد الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية جهود مكافحة الارهاب ومستجدات الازمة السورية واكد كيري مجددا التزام الولايات المتحدة بحل اقامة الدولتين لانهاء الصراع واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان المباحثات تناولت ايضا الاقتراحات الفرنسية بشأن استئناف مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين الرئيس عباس عرض الوثائق والخرائط الخاصة بالمستوطنات وهدم المنازل والانشطة التي تفرضها اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية واثار عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يواجهها الشعب الفلسطيني اضافة الى احتجاز جثث القتل الفلسطينيين السيد كيري اوضح ان ادارة الرئيس اوباما ستواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق حل الدولتين وللحفاظ عليه اشتركوا في القناة